بسم الله الرحمن الرحيم أهلا السلام ومتابعين الكرام أهلا السلام عليكم اللي بسمعني لأول مرة معكم من الصفاء قناتي تيوك اللي بسمعني لأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش تشترك وفعل قرص هبارفوني في قناة ثانية يسمعني تيوك معرفة تابعونا على القناتين واشتركوا في القناتين كي يصل لكل محتوى القناتين القناتين بنزل فيهم تعبير وإنشاءات ووضعيات فماجية وحلول وتلخيص دروس وباقي محتوى القناة ادامونا باشتراككم للقناتين وتابعوكم للجرس ولا تنسوا اللايك ومنتحروا للقناة يمكنكم وصول القناة الثانية للي بسمعني لأول مرة ممكن يكتف في البحث يوتيوك معرفة أو ممكن يفتح هذه القناة أسفل الفيديوهات عند فيديوهات مميزة في الصفحة الرئيسية من تحت كده حيجد القناة الثانية اليوم وضعية مجيئة عن الإحسان السنة الثالثة متوسط نزلت عن الشكر واليوم عنه الإحسان وإن شاء الله نزل عن الصبر مقدمة ربيات الإحسان هو الإتقان في العبادة وبذل المستطاع من الخيرات لسائر المخلوقات إما بالأقوال أو الأفعال أو الأحوال فما هي صوره وفيما يتمثل أهميته مقدمة كده تعريف للإحسان وختمت المقدمة بإشكالية إشكالية السؤال والسؤال طبعا اللي منكتب في المقدمة يجب أن يكون إجابته فيه العرض تعدد صور الإحسان فمن الإحسان إلى الحيوان والحوار والتحلي بأداب الحوار يعني عندنا صور الإحسان الإحسان إلى الحيوان وكمان الإحسان للحوار والتحلي بأداب الحوار تحلي بأداب الحوار وكذلك للمساثر في الرشاد كل عابر سبيل منقطع عن أهله أو في الرشاد كل عابر سبيل منقطع عن أهله أو في الرشاد كل عابر سبيل منقطع عن أهله وإلى المساكين الإحسان إلى المساكين واحترامها ومساعدتهم وكذلك العطف على اليتامة كذلك العطف على اليتامة كذلك العطف على اليتامى وإعطاء حقوقهم وإلى جانب الإحسان إلى الجيران والأقارب والإحسان في العبادات بالإخلاص لله ذكرت هنا صور الإحسان هتكلم عن أهمية الإحسان فوائد الإحسان يجب على كل مسلم أن يتحلى بالإحسان أو يتصف بالإحسان لأن المحسن قريب من الله هو فائز بالجنة وينال الأجر ويحظى بإحسان الله له أضع نقطة خاتمة جعلتها أهمية الإحسان أترك بياض في نهاية الخاتمة نهاية الوضعية إذا طلب منكم استشهادات بآية قرآنية أو سنة النبوية يمكنكم حفظ آية أو حديث تكتبوه في الوضعية على حسب التعليمة أشكركم على حسن الاستماع وترككم في رعاية الله كانت معكم من الصفاء قناتي تيوك لا تنسونا باللايك إذا عجبكم الفيديو وتبخلوا علينا باللايك اثبت وجودك بكومنت حلو للقناة أراكم في الفيديوهات القادمة وترككم في رعاية الله مع السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر